السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي أسئلة التربية الإسلامية للصف الثاني متوسط أسئلة طالباتي وراح نحلها وياكم إن شاء الله تستفادون من عدها أحكام التلاوة سؤال الأول عين المد من النصوص القرآنية التالية وبين نوعه واذكر السبب قال تعالى لإلاف القريش قريش المدلين بسبب الحرف المدلياء الساكن ما قبلها مفتوح سكون عرب ثانيا قال تعالى وما أصابكم يوم التقد جمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين المؤمنين مد عارض للسكون يكون الحرف الأخير الذي يلي الحرف المدلياء السكون عارض بسبب الوقف والتلاوة ثالثا قال الله تعالى وكل فيها خالدون خالدون هذا مد عارض للسكون السؤال الثاني الألف أكتب الآية سورة النبأ هذه صفحة سبعة والسؤال الثالث ألف فسر قوله تعالى ينبئ الإنسان يومئذن بما قدمه وأخر هذا موجود السؤال الثالث فرع ألف موجود صفحة ثلين وثلاثين هسأ شوفكم إياها صفحة ثلاثين هذه هياته هاي عيني نقول يخبر الإنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله من خير وشر ما قدمه منها في حياته وما أخره هذا الشرح عدنا يهوى ونصنم فرعباء أعطي خمسة من المعاني سباتة راحة لأبدانكم المنكر ضد المعروف كل عمل قبيح أو مخالف للشر خسف القمر ذهب ضوءه الصور البوق بصيرة حجة بينة آية المنافق علامة المنافق الحديث أكتب حديث نبو الشريف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا موجود الحديث صفحة ثمانية وثلاثين با متى متى تكون أمتنا الإسلامية قوية ومحترمة هذه همات موجودة صفحة ثمانية وثلاثين هذه متى تكون هنا هذا طبعا هذا الحديث وهذه تبقى الأمة بخير قوية محترمة ترفل بالعز والرفاهية وتسعد بعون الله ورحمته ما دام أبنائه متمسكين بما أمر الله به متجنبين ما نهى عنه سؤال الخامس الإجابة عن أربعة فقط ألف ما معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة وكيف تحدى بها العرب هذه سؤال الخامس فرع ألف صفحة ثلاثة عش سؤال خامس فرع ألف صفحة ثلاثة عش معجزة الرسول هذا هو أمر خارق للنظام العام وكذلك جاءت معجزة رسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم التي تحدى العرب بها يعني هذه هذني عندنا في أي يوم باء في أي يوم كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم كان عمره الشريف هذه موجود صفحة ثلاثة وعشرين صفحة ثلاثة وعشرين هذه نقول كانت وفاته يوم الاثنين في الثامن والعشرين من شهر صفر كان عمره الشريف يوم وإذن ثلاثة وستين سنة غسله الإمام علي عليه السلام وكان أبو الفضل بن العباس ناوله الماء والعباس عينه ما هي شروط الصلاة شروط الصلاة صفحة ستعش شروط الصلاة هذه هذه شروط الصلاة يعطيها صفحة ستعش يعطيها هاي عندنا دال أذكر خمسة من صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صفحة ستة واربعين خلنا نشوفكم إياها صفحة ستة واربعين هو هواي طبعا صفاته أربعة عشر هو يريد خمسة هي تريد خمسة هذني وآخر شيء أذكر بعض الآداب الشخصية التي تدل على وجود النظافة خمسة فقط هذني همات هذه صفحة خمسين هذني خمسة خمسين وواحد وخمسين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر